مبطلات الصلاة الأول أن يتكلم متعمدا عالما تحريم الكلام ذاكرا لا ناسيا لكن إذا تكلمه جاهل تحريم الكلام في الصلاة صلاة صحيحة أو تكلم ناسيا أو تكلم ناسيا الصلاة صحيحة الثاني الحركة الكثيرة يتحرك حركة كثيرة وهذه الحركة متتابعة متتالية وحركة لغير حاجة ليس محتاج لهذه الحركة عرفا يعني تراه تظن غير مسلم من كثرة ما يتحرك الثالث الالتفات الكثير عن القبلة هذ القبلة هو يلتفت هذا الاتجاه أو يلتفت هذا الاتجاه الآن القبلة ماري وحركة الاتجاه وحركة الاتجاه وحركة الاتجاه كذلك انتقاض الطهارة لو خرج منه ريح مثلا هل معنى هذا إذا خرج منه ريح انتقض الطهارة يبقى يصلي الصلاة باطلة لا بد يخرج توضع ثم يرجع يصلي نعم كذلك انكشاف العورة قلنا خاصة من يصلي في البنطال حال السجود والركوع إذا انكشفت العورة الصلاة باطلة نعم كذلك الضحق لا بد أن نحذر من هذه المبطلات حتى لا تكون الصلاة باطلة والله أعلم الله أعلم الله أعلم